اظن انه مهم جدا ان احنا يعني نترحم على من انتقل الى الرفيق الاعلى في حادث قطار اليوب رحمة الله وربنا يا رب يرحم الجميع ويسكن الجميع فسيح جناته اما بخصوص المصابين فاحنا بنتمنى باذن الله ان ربنا سبحانه وتعالى يعجل بشفاءهم وعودتهم الى بيوتهم بألف صحة وسلامة في هذا الصدد النائب العام بدأ التحقيق فورا ازاي لانه امر بتشكيل فريق تحقيق برئاسة المحامي العام الاول لنيابة استقناف طنطة وده للتحقيق في وقعة استضام قطار اليوب هتتولى النيابة العامة الاعلان عن نتائج التحقيق طيب اما عن الحادث فهو كالقاتي كيفما ورد محطة قطر اليوب شهدت هذا الحادث الا وهو خروج هذا القطار عن مصاره طلع برة الاطبار